بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أهلا وسهلا بكم أبنائي ومتابعي الأفاضل في قناتكم قناة التميز في العلوم الطبيعية للطور المتوسط نلتقي اليوم بإذن الله تعالى في فيديو جديد حتى أقدم لكم حل لتمرين ووضعية إدماجية حول الإجراءات الوقائية والتنبؤية المتعلقة في الزلازل والبركين دون إطالة نمر مباشرة للتمرين الأول طالبكم أساتذة العلوم ببحث لأجل دراسة مخاطر الزلازل وإجراءات التنبؤ والوقاية منها فعثرت خلال بحثك على الوثائق التالية الوثيقة الأولى الوقاية من الزلازل الوثيقة الثانية إجراءات التنبؤ بثوران البركان المطلوب واحد أكمل الجدول التالي بعد إعادة تدوينها على ورقة إجابتك ماذا يتضمن الجدول؟ يتضمن التعليمات الأمنية والفائدة من هذه التعليمات إذن هناك فراغات سنحاول أن نكمل هذه الفراغات السؤال الثاني قدم فرضية للقول أن الزلازل أخطر من البركين إذن دون إطالة نمر مباشرة لمناقشة وحل التمرين الأول إذن لبدأ بإكمال الجدول إذن لدينا أعطيت لنا في الجدول في الخانة الأولى الفائدة من التعليمات إذن الفائدة هي للتقليل من الخسائر الناتجة من تضرر المبني ماذا يجب علينا أن نفعل أو ما هي التعليمات الأمنية حتى نقلل من الخسائر الناتجة من تضرر المبني ببساطة لدينا الالتزام بالبناء المقاوم للزلازل ثانيا البناء وفق المعايير دون غش ثانيا نأتي إلى الخانة الثانية طلب منا كتابة الفائدة من التعليمات المتعلقة بضرورة الاحتماء بالأماكن الأساسية في المنزل كزوايا البيت وتحت الطاولة إذن لماذا يجب الاحتماء بالأماكن الأساسية في المنزل وزوايا البيت والطاولات عند حدوث الزلزال الهدف من ذلك للحماية من أجزاء السقف المتساقطة أو الأشياء الثقيلة التي قد تسقط على رأس الشخص وتؤدي إلى وفاته أو إلى إحداث إصابات بالغ نأتي الآن للخانة الثالثة إذن أعطيت لنا التعليمات الأمنية تجنب التصرفات السلبية كالهلاع والهروب والقفز من الشرفات لماذا يجب تجنب هذه التصرفات السلبية؟ الفائدة من هذه التعليمات لأن التصرفات السلبية تشكل خطراً على الشخص أكثر من خطر الزلزال أو الزلزال في حد ذاته فلو قفز الإنسان من الشرفات قد يموت مباشرة وربما يكون في موقع فيه الزلزال ولا يصيبه أي ضرر وأي خطر نأتي الآن للخانة الرابعة إذن لدينا ضرورة مساعدة الضحايا وأعوان الحماية المدنية إذن ما هي التعليمات الأمنية؟ إذن التوعية وتعلم الإسعافات الأولية إذن ضرورة التوعية تعليم توعية المواطنين وتعلم الإسعافات الأولية الفائدة من هذه التعليمات الأمنية هي لمساعدة الضحايا وأعوان الحماية المدنية في حالة وقوع زلازل نأتي الآن للسؤال الثاني لماذا تعتبر الزلازل أخطر من البراكين؟ الزلازل أخطر من البراكين لأن الزلازل سريعة وفجائية ولا يمكن التنبؤ بموعد حدوثها وتأثيرها يكون على نطاق واسع فتكون الخسائر كبيرة بينما البراكين يمكن التنبؤ بثورانها وتأثيرها على نطاق ضيق إذن يكون تأثيرها فقط في المناطق القريبة من البركان فنستطيع الوقاية منها والتقليل من خسائرها أرجونا الله تعالى أن تكونوا قد فهمتم لماذا الزلازل أخطر من البراكين نمر الآن للوضعية الإدماجية استيقظنا صباح اليوم السادس فيفري ٢٠٢٣ على خبر حدوب زلزال قوي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا وصلت درجته لـ ٧.٨ على سل منشتر وأدى لوقوع خسائر بشرية من الموتى والجرحى والمفقودين وأيضا خسائر مادية كبيرة تمثلت في شبه دمار كلي لهذه المدن وتشوهات للقشة الأرضية وللتعرف أكثر على الأضرار التي تخلفها الزلازل والبراكين وكيفية الوقاية منها نقدم لك السندات التالية إذن السند الأول آثار الزلزال المدمر الذي ضرب اليوم سوريا وتركيا السند الثاني صورة لثوران البركان السند الثالث من أجهزة التنبؤ بثوران البركان الوثيقة الرابعة أو السند الرابع الوقاية من الزلازل التعليمات من خلال السياق والسندات ومكتسباتك القبلية أجب عما يليم أولاً وضح الطرق التي تسمح بالتنبؤ بوقوع الزلازل وثوران البركان ثانياً أذكر ثلاث إجراءات وقائية يمكنك اتباعها قبل أثناء وبعد وقوع الزلزال أخيراً اقترح أربع إجراءات وقائية يمكن اتباعها للوقاية من خطر البركان وضعية في غاية الأهمية قمت بهندستها وصناعتها خصيصاً لأهلنا في سوريا والتركة إذن نمر دون إطالة لمناقشة وحل هذه الوضعية الإدماجية إذن الطرق التي تسمح بالتنبؤ بالزلازل والثوران البركان إذن من خلال السياق والسندات التي أعطيت لنا ومكتسباتنا القبلية فإن الطرق التي تسمح بالتنبؤ بثوران البركان هي كمثال قياس الغازات المنبعثة من فوهة البركان قياس قطر البركان في حالة ما إذا كانت تسع قطر البركان فمعناها قرب ثوران البركان قياس الزلازل بمحيط البركان فإذا تم تسجيل هزات على مستوى جهاز قياس الزلازل فهذا يعني أن قرب ثوران البركان قريب جدا أو ثوران البركان قريب جدا وأيضا يمكن قياس درجة حرارة الحمام البركانية أو قياس درجة حرارة على مستوى فوهة البركان فإذا لوحظ بأنها مرتفعة فهذا يعني بأن الصهارة قريبة وستخرج وسيحدث ثوران للبركان نأتي الآن لطرق التنبؤ بزلازل حد الآن لم يتوصل العلم لطريقة يمكن من خلالها التنبؤ بموعد الزلزال أو شدته أو مدته إذن فالزلزال في علم الله سبحانه وتعالى نمر الآن للسؤال الثاني الإجراءات المتخذة قبل وأثناء وبعد الزلزال إذن من خلال السياق والسندات ومكتسبات القبلية يمكن أن نقترح إجراء واحد قبل وأثناء وبعد الزلزال قبل الزلزال أهم إجراء يمكننا أن نتخذه هو ضرورة أن يكون البناء مقاوما للزلزال أثناء الزلزال من أهم الإجراءات يجب الإختباء تحت أثاث مقاوم أو في زاوية البيت لتجنب سقوط الأشياء على الرأس بعد الزلزال الإبتعاد عن المناطق الساحلية فقد يحدث تسونامي وبالتالي يزداد خطر الزلازل يمكن أيضا أن نقترح تفقد حنفيات الماء والغاز والكهرباء لتجنب أخطار أخرى نأتي الآن لآخر سؤال الإجراءات الوقائية الواجب اتخاذها للوقاية من البركين من خلال السياق والسندات ومكتسبات القبلية فإن الإجراءات هي أولا إنشاء مخابع لإجلاء السكان ثانيا إعلام المواطنين في حالة الثوران البركاني ثالثا إجراء حملات توعية للسكان بأخطار البركين وأخيرا يمكن اللجوء إلى الأماكن المرتفعة أثناء الثوران البركان للوقاية من دخان وغازات البركين وصلنا لهاية الفيديو أرجو من الله تعالى أن تكونوا قد استفدتم من هذا التمرين ومن هذه الوضعية الإدماجية لمزيد من الاستفسارات أتركوا لي تعليقات وسأجيبكم بإذن الله تعالى دمتم أبناء طيبين وإلى لقاء آخر في فيديو آخر بإذن الله تعالى في أمان الله